السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقناة رواع الوصفات أهلا وسهلا فيكم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اليوم إن شاء الله رح نعمل عجة مكونات بسيطة وسهلة وكتير مفيدة إن شاء الله رح تعجبكم كتير خلينا نبلش مقادير وطريقة التحذير الأول مرة بشوف قناتي ياريت يدعمني وفعل زر الجرس ويعمل لايك شان يوصل لأكبر عدد من الناس خلينا نبلش أول إشي جبنا لب الكوسة أو بزر الكوسة بعد ما نقور الكوسة بيطلع معنا هذا اللب فممكن نعملوا أكتر من إشي بس حبيت أعملكم فيه اليوم عجة جبنا بصلة خمس بضات باقدونس بكينبودر وطحين الله مصلاح سيدنا محمد ونعنعنا شوفوا الإبهارات ملح في الأسود كامون وبابركة وكزبرة ناشفة أشياء سهلة وبسيطة وما بدها إشي إن شاء الله بتكون موجودة عندكم في البيت وبتكون إن شاء الله سهلة عليكم وهي مفيدة كتير أول إشي بجيب لب الكوسة وبطحنه زي ما أنتوا شايفين طحنته بالكبة بس بحط عليه كل المكونات كلها فوق بعض بس بعد ما حطيتها كلها فوق بعض حسيتها شوي خشنة وأنا ما بحب إنها تبين بحبها تكون كتير نعمة يعني البصل والبقدونس وهيك بحبهم يكونوا كتير نعمين فعودت رجعت حطيتهم بالكبة مرة تانية فحطينا زي ما شفتوا اللب الكوسة والبصل والبقدونس والابهرات والنعناع كل الأشياء الناشفة حطيتهم ورجعت طحنتهم بالكبة مرة تانية عشان ينعموا معي حبيت تخليهم خشنين في هاي المرحلة خلاص بتحط البيض وبتحط البيكين بودر وبتحط الاطحين وبتحطيهم بالصينية بس أنا حبيت أنعمهم زي ما أنتوا شايفين ما بعرف حسيت إنه لما يكونوا نعمين بيكونوا أطيب وأسكى يعني بعد ما نعمتهم حطيت البيض خمس بيضات حطيت لهاي الكمية وبدي أحط لطحين وأحركهم منيح ما بحط لطحين مرة واحدة كل هالكاسة بحط نصها وبحرك إذا شفت هطرية بعود بكمل بحط باقي لطحين بعد ما أحرك لطحين وأشوف قوامه صار منيح بحط البيكين بودر عليه بكوني ملع الفرن قبل بوقت على 180-190 إذا فرنك مش حام كتير حطيه على 200 بس بالرف الوسط عشان تحمر من فوق ومن تحت هيا سريعة ما بدها إشي ما بتطول بالفرن كملت اللطحين تحين كاسة صغيرة زي ما شفتوا كاسة شاي بحركهم منيح وبنحط البيكين بودر ونجيب الصينية بندهنها زيت وبنحط عليها هذا الخليط ممكن إذا بتحبي إنك يكون عندك مثلا جبنة شيدر جبنة موزوريلا تحطيه على الوجه برضو بطلع كتير زاكي على الوجه أو بداخلها اللي بحب الجبنة ممكن تحطيه على الوجه بنحطها بالصينية وبنزبط سطحها منيح وبنفوتها بالفرن زي ما حكينا الفرن على درجة حرارة من 180 لحد 200-120 لازم يكون الفرن حامي ما بتتفوت على فرن بارد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد شايفين هيك منزرها كان بالفرن؟ مشهو الله نفخت كأنها كيكا عشان أعرف إنها استوت لازم تنفش معي في الفرن بعد طبعا ما نطلعها تهفط شوي وهيك صارت جاهزة بس أول ما طلعتها قسمت لكم إياها دع فرجيكم إياها كيف بتكون وهي سخنة وكيف بتكون لما تبرد لما تكون سخنة بتكون شوي طرية بس هي زاكية كتير وهي سخنة كمان أحسب ما أنت بتحبي ممكن تكليها وهي سخنة وممكن تخليها تبرد بعدين تقدميها ممكن تكليها بخبز ممكن تكليها بالشوكة من دون أي شي للي بيعمل حمية غذائية كتير هاي الوصفة الزاكية وما فيها سعرات حرارية كتير تكليها بالشوكة ما شاء الله يعني قطعة أو قطعتين بتشبعك وبتكون وجبة إن شاء الله كاملة متكاملة وهيك خلصنا وصفتنا كتير سهلة وبسيطة إن شاء الله بتعجبكم جربوها ما رح تخسروا إشي وهيك خلصنا والفديو تبعنا إن شاء الله يكون سهل وبسيط عليكم وما أكون إن شاء الله يعني مملة أو يعني تجيلة عليكم وهيك خلصنا وصفتنا سهلة وبسيطة زي ما شفتوا بحبكم كتير ويعطيكم ألف عافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر